السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أنا من صفقناة رفيق الدر درس الجديد بمستوى البائكي درسنا اليوم بالقواعد ديل بلغي سي ادلغان فيل الفعل ادلغان المبني للمجهول بؤك هذه اللاحقة جملاً ازنسي فاعل الجملة الفاعل هو الذي يقوم بالفعل فاعل ازن الساحي مايه الان مضاف جملة جملة ناحي مايه الان مضاف لي يعني فاعل الجملة بلن ميورسا اذا ما بنعرف لا يعرف اذا فاعل الجملة لا يعرف يضا يضا او سيلا مك استن ميورسا اذا ما يراد ان يحكى يعني الفاعل لا يراد ان يقال من هو الفاعل كل نظر تستعمل هذه اللاحقة اذا هذه اللاحقة تستعمل اذا لا يعرف فاعل الجملة او اذا لا يراد ان يقال ان يحكى من هو فاعل الجملة بالنسبة للتصريف انسز هارف لا بيتان كلمة لاردان سنرة بعد من الكلمات المنتهية بحرف انسز حرف انسز يعني ما نوع حرف صوتي حرف ساكن من احرف الواحد وعشرين من حط رباعي وقل التصريف في الشكل التاني ان لي لابتان كلمة لاردان سنرة بعد من الكلمات المنتهية بحرف صوتي من الصوتيات الاثماني من حط رباعي كما ونه كل نظر يستعمل اذا ما بالتالي كمعنى اي ما تستعمل الفعل المبني المجهول اذا كان ما معروف فاعل الجملة او اذا ما منا نحكي عن مين قال مين اللي حكى ما منا نقول وبالنسبة للتصريف في عنا حالتين وفي حالة راح نسكر بعد شوي انه اذا كان الفعل منتهي بحرف انسز من احرف الواحد وعشرين من حط رباعي ولا واذا كان منتهي بحرف صوتي من حط رباعي هنا الرباعي تمام حسب قاعة الرباعي من حطه وهو اربع اشكال طيب نجعل الامثرة في الفعل ارت رباعي وال او رباعي و ان ارناك مثال ارات من الاستاذ درس درس انلط انلط ما هذا هو الفعل فعل الشرح والت لاحق الزمن الماضي الاستاذ شرح الدرس طيب هذا الفعل انلط ما هذا هو طيب معروف الفاعل اي نعم معروف من الفاعل او رباعي الاستاذ وبالتالي هون الفاعل معروف من هو لا سبب نقول انه هون الفعل انلط ما هذا فعل مبني للمعلوم اتكان اتكان يعني مبني للمعلوم يعني معروف الفاعل يعني معروف من قام بفعل الشرح انلط ماك الجملة الثانية درس انلط طيب الفعل انلط من تهي بته والته شو هاد انسوزي لسبب جبت اول شي رباعي شو هو الحرف الرباعي المناسب للآ هاد هي هو ال ا حطيت ا وبعد ان جبت اللا انلطل وبعد ان جبت لاحق الزمن الماضي درس انلطل شرح الدرس تم شرح الدرس طيب مين اللي شرح الدرس بالجملة الثانية ما معروف اذا ما بتالي الجملة ننقذ نسي فاعل الجملة بلن ميورسا اذا لا يعرف فاعل الجملة نستعمل هذه اللاحقة طيب اللي حكى هاي الجملة يعني درس الله طلده لا يعرف مين فاعل الجملة او لا يريد ان يحكي ان يقال الجملة الثالثة طبعا هون اديلغان يعني مبني المجهول يعني ما معروف الفاعل ما معروف فاعل الجملة او رانجي كببيه او رانجي او رانجي الطالب كببيه كلمة كببيه كلها مفعول به نسنا او رانجي طيب طيب مين اللي فتح الباب معروف هو الطالب لا ساب الطالب مبني المعلوم الفعل هون فعل مبني المعلوم يعني معروف مين فتح الباب مبني المعلوم الفعل هون قبب اطشلد طيب اطش مك فعل الفتح من تيه بحرف تش وكمان هذا حرف انسس لا سبب منحط رباعي طيب شو الرباعي المناسب لل ا ا ا ا ا ا هاي اللي اذا السابتة ادي لاحظ ماضي قبب الباب اطشلد فتح الباب طيب هون فتحة تم فتح الباب ليس فتحة طيب فتحة طيب مين فاعل الجملة ما معروف احتمال الكامال الثاني أنه اللي حكى هالجملة ما يريد يقول مين هو الفاعل وبالتالي منقول أنه هون فاعلات شلده هذا اديل قان مبني للمجهول وليس اتكان مبني للمعلوم أنم أمي يلمها لحقة ملكية تشك لري الزهور سولة ما مش سولة سولة فعل السقاية الما لحقت نفي المسوز المش لحقت زمن الماضي تمام اللي سمعنا من حدا أو استنتجنا سولة ما مش الظاهر ما سقط ما سقط شو تشك لري الزهور طيب شو هاي الايه بالردماء وهي كلمة تشك لري كلاتا مفعول به نسنا طيب معروف مين اللي ما سقط الزهور معروف أنم ما عتم يقول أنه الفاعل سولة ماك هون فاعل مبني للمعلوم السبب لأنه معروف مين اللي قام بهاي السقاية طيب تشك لار سولة ما مش تشك لار الزهور السولة ما مش أيوة هون الفاعل سولة ماك لأنه الفاعل منده بأنله بحرف الأ هذه اللاحقة هي بساوي مبنى المجهول والما نفي المش هي لاحقة الزمن واضي طيب شو مع السودان ما مش ما سقيت يعني لم تتم سقاية طيب اللي حكى هالجملة ليش استعمل المبنى المجهول لانه لا يعرف فاعل الجملة او في احتمال تاني ما يريد يقول من قام بهذا الفعل الفعل سولان ما مش هون اديلقان مبنى المجهول وليس مبنى المعلومة الهاد سولان ما مش صرات اكيد جملة جملة للبعدة بابا ابي الما لاحقة ملكية اف بيت افين الين القيهاي يعني مضاف اليه دوار حيط دوار لار حيطان حائط ال ا مضاف يعني حيطان البيت انه حماية وال ا بالارثم بو يا مك هذا هو الفعل بو يا مك بو يا تضيق ال ا وصار او لانه صرفنا بشم ديكي زمان بو يا يور مو هاي الاخ السؤال هل عم يدهن حيطان البيت مين ابي طيب هل عم يدهن حيطان البيت يدهن بو يا يور هذا فعل اتكان مبنى المعلوم لانه معروف مين عبيقوم بها الفعل يعني فاعل معروف مين بابا ابي الجملة البعدة افين دوار لار الين القي والا هون مضاف حيطان البيت افين دوار لار حيطان البيت مضاف الي مضاف بو يا مك هذا فعل بو يا مك منته بيقول له بحرف ال ا لسبب فقط منحط النام تمام حطينا النام وبعدهم جبنا هذا الرباعي واليور هاي تصريف شمدك الزمن الديدقان مبنى المجهول البيان مك يعني هل تدهن حيطان البيت هل يعني عم تدهن طيب ليش اللي حكها الجملة ليش حكاها هي قبل مبنى المجهول الحال الاولى انه ما بيعرف فاعل الجملة اثنين ما او ما يريد يقول من فاعل الجملة من عبيقون بفعل الدان طيب نوت برج نوت ملاحظة الاولى انسوز هارف لا بتان كلمة لاردان صنرة بعض من الكلمات المنتهية بحرف انسوز قلنا في رباع وقل ادلقان لك اكي لاحقت البناء للمجهول كلان المكتدر تستعمل هذه اللحقة هذا حكي حكينا قبل شوي انجق اي وحون بدنا بملاحظتنا انجق لكن كلمة لا انسوز انسوز الى بتيورسة الكلمة اذا تنتهي مع انسوز الل يعني حرف الساكن الال نجيب رباعي دورتشك اللي يعني له اربع شكالات رباعي ونا ادلقان اكي كلانضر تستعمل لاحقت ادلقان لك البناء المجهول الرباعي والنام مثال الاستاذ تغطى اللوح اللي في الصف طبعا الياحي ماي الايب الارتما سيل دي سيل مك فعل المسح ابدي لاحقت ماضي طيب سيل مك مين قام بفعل السيل مك المسح هو الاستاذ معناته هذا فعل مبنى المعلوم ادلقان تغطى السيلندي طيب تغطى السيل طيب هذا اللي مو انسوز صحيح هذا الانسوز ولكن اللا حالة خاصة من الانسوز انه اذا كان الفعل منتي بحرف اللا ما منجيب رباعي ولا منجيب رباعي ونا جبنا جبنا رباعي الاي هذا الانه مناسب للايهات والنا هاي لاحق الادلقان البناء المجهول الدي ماضي موسيح اللوح اللوح موسيح يعني تم مسحه طيب سؤال مين مسحه ما معروف مين حكى هالجملة واللي حكى هالجملة هاي ليش حكى هالجملة ما يريد احتمالين احتمال اول ما بيعرف مين قام بالمسح احتمال الثاني ما يريد يقول مين اللي قام بالمسحه طيب فعلا ملاحظة ثانية وملاحظة ثانية مهمة جدا جدا في مستوى البايكي ايكينجي نوت ادلقان فيل الادو نشلفي لكارشتر ماما قريكير شو يعني يعني يلزم عدم خلط فعل العائدية مع فعل المبنى المجهول السبب لانه فيه اتنينة فيه انلاحقتنا لازم ما نخلط بينات شلون ما نخلط طيب اذا جملة دا في الجملة اعوذنا بارصة اذا موجود فاعل حقيقي دونوش لفيل هذا فعل العائد لانه المبنى المجهول ما فيه فاعل حقيقي ما فيه فاعل يقصى او لا ادلقان فيلدر يعني اذا ما فيه او لا يعني اذا ما فيه فاعل حقيقي اذا بيقول ادلقان فيلدر لسبب كثير هام جدا هذا الموضوع مثال كزم يكند كز بنت المالحقة ملكية كزم بنتي يكنده يكا هذا فاعل الغسل هذا الموضوع هذا الموضوع ادلقان فيلدر ادلقان فيلدر ادلقان فيلدر يكنده ادلقان فيلدر ادلقان فيلدر هم نقصد ادلقان فيلدر ادلقان فيلدر ادلقان فيلدر الغسلات غسلوا نفسين حينها محل ضمير يكندي يصير هايك يعني معنى الكلام غسلت نفسها بيصير ما بيصير لا السبب معتها غسلت غسلت إذن هون إدليان هذا مبني للمجهول طيب درسنا لهون انتهى لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ومشاركة القناة مع أصدقائكم وتدوين ملاحظاتكم المتعلقة بالدرس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته